لو حكيت عن واحد مجرد وحدانية مجردة فيه تناقض عقلي ليه؟ لأن هذا الواحد مجرد من الصفات كيف يكون موجودا؟ أعطيني مثل دكتور تجريض الله من الصفات الوحدانية المجردة جردت الله من الصفات ليه؟ لأنهم بينادوا بإله متكلم وسامع دي صفات؟ لكن كيف يمر الصفات أزلا؟ من يكلم؟ من يسمع؟ من يحب؟ فعملوا إيه؟ جردوا الله من الصفات وخلوه جوهر بدون صفات كل من ليس له صفات ليس موجود فهذه وحدانية وهمية موجودة في العقل فقط لكن من ناحية تانية لما نتكلم عن وحدانية الله نحن لا نقصد أن الله أظهر نفسه في مظاهر متعددة كما يدعى البعض نعم البعض ولا أنه في أسبقية ولا أولوية ولا في مرتبية يعني عارف الأب أعلى من الأبن وهكذا نعم نعم عشان كده في ناس كتير حتى بين المسيحيين نتيجة لعدم دراسة كلمة الله يظنون أنه واحد بيطلع مرة لابس أقنوم الأب بعد كده يدخل الكواليس يغير الملابس بتاعته ويطلع لابس أقنوم الأبن ويدخل الكواليس يغير يطلع لابس أقنوم وروح القدس حتى لما بيجروا الآيات في الكتاب عن ممارسة الأقانيم للصفات معا أن الأب يكلم الابن في الأزل يحب الابن في الأزل والروح القدس في الأزل مش مفهومة هذه الآيات لأنه يظنوها وحدانية مجردة أو وحدانية مطلقة مش وحدانية جماعة الكتاب وقد استكلم صراحة عن وحدانية جماعة في يحنى 17 أحب أجرى الآية دي فضل لما رب يسوع بيكلم الآب في يحنى 17 واحد تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب ويكلم آخر أكنوم آخر بعد كده في عدد 11 يقول هذه الكلمات الرائعة أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطتني ليكونوا واحدا كما نحن هذه كلمة الوحدانية الجماعة نحن واحد